الدفع بالعمل الحكومي والبرلماني لأقصى درجات الفعالية والجدوى والمردودية ضمن مناخ تتكامل فيه القدرات والأدوار بين مكونات التحالف الحكومي تلك هي الغاية من التوقيع على مثاق الأغلبية يقول عزيز أخ النش رئيس الحكومة المثاق الذي وقعته اليوم بالرباط الأحزاب الثلاثة المكونة للإئتلاف الحكومي يأتي لبلورة رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني وحتى على صعيد المجالس الترابية من الرباط مريم أملال ومصطفى السادوني الحمامة والجرار والميزان تتعاقد في إطار مؤسساتي وأخلاقي وسياسي لتصطير التزاماتها في تطبيق البرنامج الحكومي وذلك بتحديد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية بغينا أن يكون مطاق سياسي وأخلاقي فيه التزامات كبيرة وأسمعته الأمناء العامين للأحزاب بأنه كان واحد الالتزام كبير بش يكون المغرب الحمد لله هو فوق جميع الألوان السياسية والاشتغال كذلك حتى مع فوق المعارضة ميثاق هو تجسيد للالتزام الجماعي والاستمرار في مصاري إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار وكذل إنسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة تشير مضامين الميثاق لاحظنا بأنه المدر القصير الذي اشتغلنا فيه هناك إنسجام كبير وهناك تبدل الآراء بشكل كبير ولكن كذلك هناك إرادة من أجل ترجمات البرنامج الحكومي من خلال هذا الإنسجام ومن خلال هذا الميثاق المتفق عليه الآن الأغلبية الحكومية تؤكد مرة أخرى أنها فريق واحد تعمل من أجل هدف واحد وهو خدمة المواطنات والمواطنين وخدمة الوطن هو مرجع سيحدد وينصق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين الأغلبية لتنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي بتعزيز أسس الحكامة الجيدة وكرامة المواطن دون أن ننسى الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية